العراق على مفترق طرق لا أحد يعلم حتى الآن أي منها ستكون المؤدية للحل في بلاد تواجه عواصف من الأزمات رفعت حرارة الصراع السياسي إلى درجات لم تعتد عليها طبقته الحاكمة منذ نحو عقدين انذاروا الصدر للإطار التنسيقي بعد زيارة قائد فيلق القدس اسماعي قاءاني للعراق ورفضه لمرشحيهم محمد شيع السوداني ثم اختياره اقتحام أنصاره للبرلمان جعل من الصعب أمام منافسيه التنبؤ بطريقة التسوية في أطول مدة سدان استقرقتها العملية السياسية منذ عام 2003 لاختيار الحكومة ورئيسها الذهاب باتجاه حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة أي أنها قد أغلقت جميع الأبواب باتجاه أي موضوع جلوس على طاولة حوار أو شيء من هذا القبيل السؤال المطروح أمام هذا السيناريو هو طبيعة الآليات التي ستعتمد لحل البرلمان والتغييرات المقترحة في دستور الأحزاب لا سيما مع تدخل رئيسة بعثة يونمي في العراق جيني لبلاس خارت للتوسط بين الفرقاء ومع ضبابية تلك الآليات هناك توقعات أيضا بفشل سيناريو ثاني هو تجاوب الإطار مع مطالب الصدر حيث يشير مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة إلى أن رضوخ الإطار يعني دخوله بانتخابات ليست بصالحه فضلا عن تراجع دور المالكي بتشكيل الحكومة ومع إسرار كل فريق على التخندق وراء مطالبه يرشح المركز البحثي تمسك الإطار بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة والدعوة لعقد جلسة للبرلمان في مكان آخر غير المنطقة الخضراء لتمرير تسمية رئيس الجمهورية وفق صفقة توافقية لكن هذا الخيار أيضا قد يكون غير وارد التحقيق مع صعوبة عقاد البرلمان ما يعني احتمالية لجوء الطرفين المتنازعين إلى السلاح وهو ما بدى واضحا تجهز المالكي له عبر التسريبات الأخيرة ودعم إيران ما يعني بقاء العراق غارقا في دوامة عنف وبحر من الدماء